اشتركوا في القناة اشتغلت في مستران سنة 85 سنة تقريبا واشتغلت كاونتر سطوف وموظف حجز واشتغلت في جده لمدة 4 سنين مدير حجز وبعدين رجعت القاهرة اشتغلت في كول سنتر شوية وبعدين كملت في أسوان مدير منطقة وبعدين جيت دبي لو قلنا تحدي كبير يواجه محمد العزب في فوز دبي او الامارات العربية بتنظيم اكسبو 2020 اهم التحديات اللي ممكن تواجهك وفكرك وستراتيجيتك لها مستقبل الحقيقة مصد تران في دبي بتقدم منتج جيد جدا احنا عندنا احد الصارتين في العالم سواء من بوينج او من الارباس 330 عندنا كمان معايد مهازة جدا فاحنا بننافس بالجودة كمان عندنا فترات كتيرة جدا بنمارس فيها عروض تنشطية سواء على النقط في موارع القاهرة او القاهرة النفسها بنعمل عروض خاصة في فترات الصيف او في فترات الشتاء حسب التغييرات اللي ما جدها في السوق بنتابع اصلا من نفسين طول الوقت عندنا طول الوقت في افكار جديدة ومتابعة للنشاط في السوق ومعدلات الحركة ومعدلات الامتلة وهكذا ده عن العروض اهم انتعرف حضلك اا اهم نجاح او اهم شرط نجاح شركة تيران وهو التسويق فكرة التسويق لمصر تيران في مدينة دي مدينة دبي هو التسويق جزء منه التسعير لكن فيه انشطة كتيرة احنا بنساعم فيها سواء على الجزء بتاع الجالية المصرية زي الافنت اللي انتوا جايين فيه اا او سواء يعني من خاطب بعروض كتيرة جدا ومشاركة في افنت كتيرة جدا اا سيجمنت مختلفة كنا عاملين مثلا دورة رياضية من فترة كنا مشاركين فيها دورة رياضية دولية اا كان بقى فيه رعاية نادي الزامالك في فترة من الفترات اا رعاية كاملة كان حتى مكتب نادي الزامالك كان بيلعب باسم مستران في عندنا حفل العمر دياب كان لسه مساهمين فيه والاخر للقرية العالمية لو قلنا النهاردة القرية العالمية ده كان اخر حاجة في اجابة حضرتك هاخدك لها سهمة مصر التيران او المكتب الاقليمي لمصر التيران في دبي في الجناح المصري بالقرية العالمية العام الماضي ما هو الجديد في مشاركة مصر التيران لهذا العام؟ الجديد كتير الحقيقة احنا عندنا النهار السنة دي اولا الجناح مميز جدا جدا يعني ومع تميز الجناح المساهمة بتاعتنا كانت مختلفة الحقيقة سواء على حجم الدعاية اللي كان موجود احنا كان حكيم معنا السنة اللي فاتت مطرب حكيم وهولي شعبية مشغولهية لا في دبي الستيج كان مختلف السنة دي عن السنة اللي فاتت كان فيه شاشة السنة دي ايجا فوق المعرض بيشوفها مثلا اللي قبل ما يدخل القرية كان عليها مستران عندنا الاسي دي كان قبل عرض السينما السينما نفسها كان فيها جزء اللي هو الجزء الاخير دوت كان فيها طارت مصدران وهي بتعمل تكوف وخد مثلا بتاع قد 10-12 سنة والاغنية كانت جميلة جدا بالإضافة للمسرح الصغار اللي كان عليه عرض الفرن الشعبية برضو كان فيه بانر موجود هناك للمشاركة مختلفة من اخر اجابة لحضرتك انها قدر اقول اكيد المرحلة الجاية في خطة عند الاستاذ محمد العزب كفكر ترويجي وتسويقي لمصر التران على مستوى على الاقل الخدمات من ناحية الخدمات مصر التران مصر خاصة على خطة دبي انها تقدم افضل الخدمات بافضل معايد تسهينا للراكب سواء في مطار القاهرة او في مطار دبي على كل المستوىات احنا الحقيقة ارقامنا بتقول ان المنتج بتاعنا مقبول في السوق محبوب في السوق ويدليل على كده نسب الامتلاة اللي موجود على التقارات الجودة هي اسلحنا الاساسي في سوق اساسا الراكب فيه دايما طالب كواليتي كويسة احنا لاحظ ان احنا بنفس لامارت سينجابور اللان على الخط سيد محمد اقدر اقول اخر حاجة الدعم اللي بيتلقى المكتب الاقليمي في دبي من الوزار الطير المدني او من شركة مصر الترانجة كل في مصر الحقيقة كل الطلبات اللي مطلوبها من شركة اه بدولاب سواء على مستوى تحديد الاسعار او على مستوى الكباسة المعروضة اه وغيرها اه الراكب كويس سريع بيلبي احتاجات السلوء اه في معدلات التغيير فيه عالية جدا اه من الجزء الفني كمان اه ده من ناحة الجزء الفني من ناحة الجزء اللي بيوفر له ناميزانيات خاصة بالدعاية عدرك جاي معنا مثلا في مصر التران اه شايف الطيرا شكلها ايه معدلات المعدلات الامتلة شكلها ايه ونما هتسافر برضو من دبي هتشوف نفس الكلام شكرا محمد ياره زلقاء شكرا محمد ياره زلقاء شكرا محمد ياره زلقاء